هذه المنطقة التي تعرضت لغارة هي منطقة أنواري البسطة أنواري بالطبع هي منطقة فيها بيئة للمقاومة تاريخيا ومكتظة بالسكان والبنايات والمحال التجارية والمؤسسات حسب الصور التي تأتي هناك ضربة قوية دون سابق انذار للناس وبالمناسبة نحن نتابع الصور التي وردت قبل قليل للموقع الذي تم استهدافه تفضل ناصر نعم بالطبع هذه المنطقة نشوان كانت قد تعرضت سابقا لغارة عندما تم استهداف القيادي في حزب الله وفيق صفا والذي نجى من تلك الضربة وهي منطقة مأهولة كما ذكرنا بالسكان وجميع من هم فيها من أهل بيروت لكن زاد عدد سكانها في الفترة الأخيرة من النازحين إليها أكانوا من الجنوب أم من البقاء أو حتى من الضحية الجنوبية طبيعة الغارة تعد وكأنها محاولة اغتيال لشخصية ما لكن هذا الأمر يحتاج إلى تأكيد من مصدر حكومي أو من مصدر من حزب الله لكن طريقة الغارة طائرة حربية أو أكثر ثم كان هناك من أربعة إلى ست صواريخ على هذا المكان أو هذا المكان المستهدف وهو شارع يعني يعج بالناس وفيه عدد كبير من السكان هي منطقة كما ذكرت كثير من أنصار حزب الله فيها تاريخيا وفيها محال تجارية ومؤسسات أيضا فبالطبع هذا الأمر لربما يعني لأن الوقت مبكر للغاية نحتاج إلى توضيح يعني من مسؤولين ليحددوا ما الذي حصل طبعا الصواريخ يبدو التي استخدمت وكأنها صواريخ مضادة للتحصينات وهي شبيهة بالصواريخ التي تم استخدامها في أوقات سابقة للاغتيالات التي تمت في الضاحية الجنوبية هذه لأول مرة نرى أو نسمع بهذه الصواريخ بالنسبة لي أنا هنا لأول مرة منذ تقريبا شهر ونص نسمع بهذه الصواريخ التي تضرب هذا المكان صواريخ متتالية متسارعة على دفعتين فالأمر يحتاج إلى تأكيد لربما يكون هناك شخصية تم استهدافها من حزب الله أو من غير حزب الله لكن الأمر بالطبع كان مفاجئا وأحدث حفرة عميقة في المكان حسب الصور المتداولة لدينا بالطبع كان هناك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تقريبا نعتبرها خمس جولات من الغارات الإسرائيلية تصل عدد هذه الغارات من خمسة عشر إلى عشرين غارة تقريبا وآخر هذه الغارات بالطبع هذه الضربة التي تمت في منطقة البسطة في منطقة أنواري وهي منطقة كما ذكرنا منطقة سكنية بامتياز طبعا عدة مناطق تم استهدافها نتحدث عن بالأمس الشياح لغبيري حارة حريك الحدث كل هذه المناطق تم استهدافها بغارات إسرائيلية سريعة على الضاحية الجنوبية لكن جميع هذه الغارات كان قبل الغارات كان هناك رسائل عبر التواصل الاجتماعي من الجيش الإسرائيلي بثها بالقول ويطالب السكان بالإخلاء ومن ثم تتم الغارات بعد ثلث ساعة أو حتى ساعة لكن ما حصل قبل قليل قبل نحو نصف ساعة تقريبا إلى خمسة واربعين دقيقة دون سابق اندار تم الاستهداف وهو ما يذكر بالغارات التي تتم لاغتيال أو لمحاولات اغتيال شخصية ما من حزب الله أو من الجماعة الإسلامية أو من غيرها من التنظيمات الفلسطينية دون أي سابق اندار يتم ضرب المكان بصرف النظر من موجود في هذا المكان أو عدد السكان المدنيين المواطنين في هذا التوقيت نحن نتحدث عن وسط بيروت نتحدث عن مكان مزدحم بالسكان لا نقول بيروت القديمة بالطبع لكن لا هي مناطق أنواري منطقة البسطة منطقة سكنية بامتياز ونذكر بأن كانت هذه المنطقة بالذات قد تعرضت لغارة سابقا عندما تم استهداف القيادي في حزب الله وفيق صفا وهي منطقة يعني مأهولة بالسكان ترجمة نانسي قنقر